المأكلات الشعبية التركية قريبة كتير من المأكلات العربية في أكلات بتشبه الأكلات العربية لدرجة كبيرة بس بتفرق بطريقة التحضير وفي أكلات كتير غريبة عننا وعن صقافتنا وكتير ناس ما قدروا يجرقوا يجربوها منهم أنا يا مرحبا فيكن مستمعينا بحلقة جديدة من سميتو شاي معكن نايا وأنا سوكينا حلقتنا اليوم عن أشهر المأكلات التركية الشعبية السريعة يلي منلاقي منا بكل شوارع اسطنبول وكمان رح نحكي عن أصل كل أكلة وقديش سعرها بس حلاوة هاي الأكلات على الرغم من قربة من المجتمع العربي وبعدها بنفس الوقت أنه سعرها رخيص يعني فيك تاكل وجبي وحدي وتضل شبعان نص اليوم وفيك تلاقي كتير خيارات تاكلها حتى لو ميزانيتك كتير كبيرة يعني يلي معه 100 بيقدر يأكل بالشعرع ويلي معه 1000 كمان بيقدر يأكل بالشعرع المطبخ التركي بيتميز بتاريخ طويل وتأثر عبر الزمن بالمطبخ الكردي والفارسي والهندي والعربي والأرمني وهذا الشي كان نتيجة طبيعية لنشأة الامبراطورية العثمانية وسيطرت على بلاد كتير بمنطقة الشر الأوسط يلي استمرت ل500 سنة تقريبا الأكل التركي بتنوعه لقى استحسان كبير من البلاد العربية والأوروبية وتركيا بتشتهر بمأكولاتها الشعبية يلي بتنباع بالشارع وبيحافظ الأتراك على أكلها باعتبار الموروس القومي ومثل ما خبرناكم بهي الحلقة رح نحكي بس عن المأكولات الشعبية يلي منلاقيها بطريقنا رح نملش بأغرب أكلة ممكن تشوفوها بالشارع وصعب أنه تتجرؤوا وتجربوا وتأكلوها ويلي هي الكوكوريتش أنا نفسي ما تجرأت لحد الآن أني أكلها نا أجربية أنا أكل طيبة ما قدرت أبدا الكوكوريتش هي معشوقة الأتراك ويلي صارت مادة خلاف سياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي هاي الأكلة انشرت على تركيا حظر بيعها وأكلها بالشوارع لحتى تقدر تركيا تتمكن من الدخول بالاتحاد الأوروبي ليش؟ لأنه هاي الأكلة بتتحضر من أمعاء الماشية الأمر يلي بتعارض مع المعايير الغذائية الأوروبية وحقوق الحيوان الكوكوريتش بتتكون من أمعاء لحم الضاني مع بهارات خاصة وبتنلف بصندويش خبز سمون تركي طبعا بعد ما تكون تنظفت كتير منيح بالمي والليمون والخل والتوم والفلفل وزيت الزيتون يعني هلأ سوكينا عيون عميل معه وحبتها هي بس أنا شخصيا ما تجرأت أكله أبدا نعم بنصحك تجربية كتير طيبة بعد ساعات من النقع على سيخ مثل سيخ الشاورمة بتنشوها على نار هادي فوق الفحم وبتتقدم على شكل صندويشي مثل ما حكينا مع الخس والبنادورة والبصل وأعشاب مجففي بتنتشر أسياخ الكوكوريتش بكل أنحاء تركيا ويمكن لوهلي تفكره أنه شاورمة بس وقت تدقى شوي النظر فيها بتختلف اختلاف كتير كبير عن الشاورمة بيقول المؤرخ التركي زكي بيرامولو أنه الكوكوريتش أكلة بلقانية أو يونانية الأصد وهي مشهورة بكل تركيا وبالبانيا واليونان وأرمينيا وكل هاي البلدان بتسميها بنفس الاسم مع اختلاف بسيط باللفظ أكلة المفضلة اللي هي الكفتة النية هي أكلة شعبية بتنباع بالمطاعم الشعبية أو على البسطات بالطرقات والشوارع هاي الأكلة بتتكون من البرغل الناعم البندورة والبصل ومجموعة من البهارات وهي من الأكلات المغذية والمناسبة لعشاق الأكلات الصحية لأنها خالية من الدسم والدهون هاي الأكلة بتشبه الكب النية الشامية بس الفرق إنه ما فيها لحم ولهيك بتتسمى ببلاد الشام بالكب الكذابي سبب تسمية هاي الأكلة بهالاسم بيرجع لسكندر أفندي يلي سكن بتركيا بالقرن التاسع عشر وصارت هاي الأكلة من الإرث يلي تركوا اسكندر أفندي لأحفادوا بمدينة بورصة من مميزات هاي الأكلة إنه سعره رخيص وبناسب جميع الطبقات وما بيجاوز سعر الطبق أو الصندويشي 10 ليرات تركية وهي أكلي ما ممكن الأتراكي تخلوا عنها فينا نقول إنه بتشبه صندويشة الفلافل عند العرب بلح البحر القواقع البحرية أو المحار ومثل ما بتسمى بالتركي الميديا هي من الحيوانات اللي بتنتمي لفصيلة بلحيات البحر وهو كائن رخوي بحري بعيش بالمناطق الساحلية محار مثل ما كل العالم تعرفه الميديا هي أكلة غريبة ممكن للناس بتقدر تجربها وخاصة لما تشوفوها لأول مرة لأنه لونة أسود وشكلها ما كتير بشحي بيعود أصلا لعهد السلطان محمد الفاتح ويقال أنه كان يتم استهلاكها كتير بهديك الفترة لكن اسمها كان مختلف كانوا بيسموها أديماً بالحشرات البحرية دخلت الميديا عن المطبخ التركي من ثقافة المطبخ الأرمني وبالوقت الحالي هي من أكثر الأكلات الشعبية يلي بتم باع بالأكشاك بكثرة وخصوصاً بالمدن الساحلية مثل إسطنبول وإزمير بتم جمع بلح البحر من الأماكن الصخري ومن الأماكن اللي بتكتر فيها التحالب بالبحر بعدين بتم حشو بلح البحر بالرز وطبخو عن طريق السلق بعد تنظيفو من الرمل والعصارات اللي بداخله وبتتقدم كوجبي خفيفي مع عصرة ليمون ويمكن أكل هاي الأكلي سواء باردي أو صخني وعلى الرغم من أنه أكلة بلح البحر تعتبر من الأكلات الفاخرة والغالي بس بتم باع بأسعار مناسبة جداً بتركيا يمكن بيصل حق القطعة بين الليرة لتلت ليرات حسب حجم الحبي الطوق بلاف أو بالعربي الرز بحمص مع قطعة دجاج على الوش هاي من الأكلات اللي جداً صحية الرز بالدجاجي هي أكلة غير مألوفة بالشارع بس بتركيا هي أكلة شعبية وشهيرة جداً ووجبة صخنة ومشبعة وسريعة وصحية كمان بتلاقوها وانتوا عم تتجولوا بتركيا على العربات بالقرن الخامس عشر كان الرز يؤكل فقط بالقصور العثمانية وبحسب السجلات التاريخية طاولات السلطان محمد الفاتح كانت بتقدم الخضار واللحم والدجاج إضافة للرز العادي نظراً لأن الرز كان مادة نادرة لمدة كتير طويلة بالتاريخ طبعاً أنه كان غالي الرز أو البلاف بالتركي كان يزين الطاولات العثمانية الغنية فقط وصار أهم وجبة على السفرة بالقرن السادس عشر تم تطوير طرق طبخ الرز وبلش ينطبخ ويؤكل بكذا طريقة بنفس الوجبة ومن غلاء الرز بوقته كان ثراء العائلات بالأعياد يقاس بوفرة الرز على سفرة الضيافة أما بالقرن السابع عشر كتب أوليا شلبي أنه كان في 13 نوع من الرز على المأدوبة يلي أقام شخص اسمه باي بدليس بإحدى ساحات المدينة وهو شخص من أغنى الأغنياء وقته وهذا الشي بيعني أنه الرز ما كان شي حكر على القصر العثماني بس كمان كان شي غالي وما بيقدر يشتري إلا الأغنياء وكان طبق نادر بالنسبة للناس العاديين يلي ظلوا لقرون ما يقدروا يأكلوا غير بالأعياد بمكارم سفر الأغنياء وخاصة بإسطنبول أما اليوم هذا الطبق يلي كان نادر وشغلي عظيمي بالتاريخ صار من الأكلات الشعبية بالشارع التركي ويلي ما بيتجاوز سعرها 15 ليرة تركية الفاصوليا وما أدراك ما الفاصوليا تركيا والفاصوليا طبعا فيناتهم قصة عشاء لا تنتهي بأعلى قمة بإسطنبول بانتسب جامع الاسليمانية بمآذنه الأربعة الفريدة وبتدع للبوسفور والقصر الدهبي سوا بتواجد هذا الجامع وسط الجزء الأديم من المدينة وجنبه جامعة إسطنبول الأديمة وبناء أثري كبير تابع له كان يسمى كلية حكينا عنه بحلقة الجوامع السابقة من ضمن الكلية كان يكون فيه مدرسة جامعة وسوء على جانب الجامع بمنطقة اللي كانت سوء قديما لسوء تاريخي فيه لمسات للحياة التركية بشكل خاص أحد أهم هاي اللمسات هي صف خاص من مطاعم الفاصوليا المجففة أو مثل ما بسميه الأتراك كرو فاصوليا وما في مكان أفضل من السوء المقابل لجامع السليمانية لحتى نتذوقها بطعمها الأصلي بينتشر على جانبي الجامع مطاعم صغيرة أديمة عائلية بيصل عمر البعض منها إلى مئة عام وأكتر بتورث الأبناء مع حرفة طبخ الفاصولية بطريقتها التركية أبا عن جد حتى وصلت لعنة اليوم وهي محافظة على النكهة نفسها فمثلا المطعم علي بابا اللي بتوسط ساحة السليمانية تأسس عام 1939 ميلادي ولهلأ مستمر بعمله لليوم وهذا المحل بديره الجيل الثالث من العائلة يعني ما نبع لغريب ولا نحطت فيه إيد غريبة أبدا هذا المطعم بيشبه البيت العائلي بلمساته التركية لأنه عمل عائلي وجماعي بديره العائلة بكل تفاصيله بدءا من طبخ الرز والفاصولية وحتى تقديم الأكل يا سلام بس يا ترى كيف شكل أكلة الفاصولية التركية هي مثل ما بيعرفها العرب تماما الفاصولية المجففة في البيضة مع صلصة البندورة المطبوخة على النار من دون لحم أو جاج بعض المحلات بتحط قطع لحم معه وجنبها صحن الرز أو البيلافيا اللي حكينا عنه من شوي مع تشكيلي من المخلل وخاصة الفلايفلي الحدي مع كاسة العيران بتتقدم هاي الوجبة سخني بكل المواسم وبإصطوة الأتراك والسياح من معظم أنحاء تركيا هي أكلة شعبية خاصة ومميزة بعض المصادر بتقول أنه طبق الفاصولية دخل على تركيا بالقرن الثامن عشر عن طريق الأوروبيين يلي وصلتوا نحبوب الفاصولية بالقرن السادس عشر من أمريكا أمريكا المعروفة باحتواء على أكتر من 200 نوع من حبوب الفاصولية وأهم شيء أنه سعر الطبق مقبول وبيتراوح بين 12 و 18 ليرة تركية فإذا كنت بتركيا وعبالك تجرب الجو الشعبي ما عليك غير تروح على منطقة سليمانية بالساحة الخلفية للجامع ورح تلاقي ساحة بكاملة بانتظارك لتقدم لك وجبة فاصولية فريدي بالنوع الأكلات التركية الشعبية كتير كتيري وإذا بدنا نحكي عنها كلها ما منخلص بس اخترنا لكم أطيب وأشهر أكلات الشارع بتركيا حلقتنا اليوم كانت بتجوع ورح تخلينا كل ياتنا ننزل على الشارع لنجرب هاي الأكلات كل ياتها دفعة واحدة من هون للحلقة الجاية إن شاء الله تجربوا كل الأكلات اللي حكينا عننا كونوا بخير كانت معكم نايا سكينا من عينب بلدي بودكاست اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة